وبعد النتائج المتواضعة الأخيرة لمنتخبنا الوطني العراق يتراجع 14 مركزا في تصنيف فيفا ويسبح في المركز 118 عالميا في ظل تخبط الاتحاد وإصراره على تغييب الكفاءات ورموز الكرة إذن من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم سادة المشاهدين ونبدأ من موضوع تسمية المدرب للمنتخب الوطني بعد استقالة الدكتور يحيي علوان ونزار أشرف من مهمتهم وبالتالي إناطة المهمة لعبدالغني شهد الذي قاد الفريق العراقي في مباراة واحدة هي مباراة فيتنام وبالتالي فاز العراق وتأهلنا الاتحاد العراقي إلى الآن ما زال يجتمع لكي يدرس الأسماء المطروحة لكن وزير الشباب ورياضة عبدالحسين عبطان أوصى بضرورة التعاقد مع المدرب الكابتر راضي شنيشيل لأنه المدرب الأنسب في هذه الفترة بالذات وأوصى عبدالحسين عبطان اتحاد الكرة بالتعاقد مع راضي شنيشيل لقيادة المنتخب ضمن تصفيات الأسيو المؤهلة لمونديال روسيا حيث تحدث للشوط الثالث في اتصال الهاتفي أن شنيشيل من الكفاءات التدريبية المميزة ونؤمن بقدرته على النجاح في مهمة قيادة أسود الرافدين والمسير بهم نحو مونديال روسيا أضاف عبطان هذه الصفات في شنيشيل أثبتت في منافسات سابقة كفاءته في قيادة المنتخب وتحقيق نتائج متميزة مشيرا إلى عملية التعاقد مع مدرب أجنبي في الوقت الحالي تصطدم بعقبات كثيرة ربما نستهلك الوقت الكثير للبحث عن مدرب من مناسب في ظل الأزمة المالية التي ستقف عائقا أمام تلبية الشروط المالية للمدرب الأجنبي ودع عبطان اتحاد الكرة إلى الإسراح في حسم تسمية مدرب الوطني بهدف الشروع بإعادة واستثمار انطلاق دور النخبة بمرحلته الختامية لمتابعة المباريات وإعطاء المدرب كامل الحرية والوقت لاختيار اللاعبين المناسبين لخوض التصفيات النهائية مجددا دعم الوزارة الكامل ووضع إمكانياتها وملاعبها في بغداد والبصرة وكربلاء أمام جميع المنتخبات الوطنية كذلك المنتخب النسوي بصراحة الكابتر راضي شنيشل من الأسماء التدريبية الرائعة المتميزة لكن الأخ راضي شنيشل الآن مرتبط بعقد مع نادي الشرطة وبالتالي استمراره مع فريق الشرطة راح يتعارض ويعداد المنتخب الوطني لسيما أنه الإعداد للمباريات الحاسمة المقبلة المفروض يبدي بوقت مبكر وبالتالي هناك أسماء كثيرة لابد أن نتحدث عنها وبصراحة إحنا مستغربين اتحاد الكرة ليش ما يخاطب هذه الأسماء الكثيرة واللي أثبتت نجاحها في مجالات كثيرة على مستوى الخليج على مستوى البلدان العربية ولعل الكابتن حارس محمد من الأسماء الكبيرة وللأسف الشديد إحنا نشوف نصدر مدربين وأسماء وبالتالي نبحث عن مدرب ونتوسل بالمدربين الأجانب يابا بس تعالوا واشتردون وإحنا حاضرين بينما العراق يصدر مدربين يعني عندنا عدنان حمد عندنا عدنان درجال عندنا حارس محمد عندنا أساتيذ كبار مثل الدكتور جمال صالح عندنا الكابتن حازم جسام من الأسماء الكبيرة رجل تاريخه مشرف تاريخه وبصمته واضحة في مسيرة الكرة العراقية عندنا جمال علي كابتن جمال علي هذا المدرب اللي بصراحة هو كابتن للكرة العراقية ومنتخباتنا فيه بطولات كثيرة شوف الأسماء الكثيرة اللي موجودة وللأسف الشديد الاتحاد يتغافل كلهم عدهم طموح يدربون للمنتخب العراقي لأنه شرف ما بعده شرف لكن تخبطكم وعدم درايتكم بالمواضيع العامة وعدكم فيتو على هذا وعلى هذا لأن هذا نفسه موياي ولأنه هذا ما يخليني أدخل ولأنه هذا ما رح يخليني أفرض لاعبين هذا تفكيركم رح يوصلنا إلى طريق مسدود وإحنا رح يشتغل المنطرد آخر شيء لأنه قلناها إحنا نعرفكم ونجربيكم تذكرون اللي صار فيه بطولة الخليج اللي طلعنا إحنا وذبيتوها برأس المدرب حكيم شاكر وبالتالي هو التخطيط منعدكم المفروض إحنا من هسة تعال حارس محمد أخويا نوفر لك كل شيء وهذا عقد وتعال دره يا كابتن جمال علي تعال أهلان وسهل بيك يا فلان يا علا أكوة اسماء كثيرة وخلوا مشرفين انطل مهمة انطل الأنور جسان خليه يكون مشرف أو مستشار انطل أكرم سلمان اللي طلع في ليلة ظلماء وما عرف شنو السبب عموما مشاهدين الأحب لازمنا نتحدث في أسوار المنتخب الوطني ونتيجة تخبط الاتحاد والنتائج المتواضعة التي ظهر بها الفريق العراقي مؤخرا في تصفيات المونديال وخسارتنا في مباراة ضمن أجندة الفيفا داي أمام سوريا تراجع المنتخب الوطني 14 مركزا في التصنيف الشهري لنيسان طبعا الآن هذا التصنيف اللي يصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يصدر شهريا وبالتالي العراق الآن أصبح بالمركز 105 عالميا و12 آسيويا ب333 نقطة فقدنا 38 نقطة من رصيد الشهر الماضي وساهمت خسارة منتخبنا أمام سوريا في المباراة الودية والتعادل أمام تايلاند في هذا التراجع الأكبر إذ سجل المنتخب العراقي نفسه من بين المنتخبات الأسوأ في تراجعا في التصنيف هذا الشهر وتصدر المنتخب الإيراني قائمة المنتخبات الآسيوية اثحل في المرتبة 42 جاء بعده استراليا في المركز الخمسين فكوريا الجنوبية 56 أما المنتخب الجزائري فتصدر الفرق العربية بالمرتبة الثالثة والثلاثين عالميا بعده المنتخب المصري في المرتبة 44 والمنتخب التونسي في المرتبة 47 أما عالميا للأرجنتين أولا بلجيكا ثانيا تشيلي بالمركز الثالث شوفوا وين وصلنا مركز 105 إحنا أسفين ممكن كتبنا 118 وهو 105 عالميا اتراجعنا 14 مركز ليش العراق بالمركز 105 عالميا يعني 105 منتخبات في العالم قبل منه لأنه هذا التخبط وهذا التحصيل الحاصل والمباراة الودية اللي إحنا من ننظر لها بمنظار وبالتالي هذا الوضع الحالي وهذا الوضع اللي موجود أيضا المشاهدين الأحبة من الأحداث اللي نحرص النظاحة أمامكم أولا بأول بعد أن تحدثنا يوم أمس في حلقة الأمس عن الصمت الحكومي المطبق وأيضا صمت اتحاد الكرة إزاء جريمة العصر اللي حصلت في ملعب الحصوة في مدينة الإسكندرية بمحافظة بابل واللي رح ضهيته ناس أبرياء من زهور العراق الكابتن ياسر قاسم نجم المنتخب الوطني العراقي جاء من لندن من مدينته ليزور مكان الحادث في شعور طيب نمعا انتمائه بالمواطنة العراقية ياسر قاسم زار ملعب الإسكندرية اللي شهد تفجير انتحاري رح ضحيت العشرات ووضع فانيلات المنتخب الوطني والكرات في مكان الحادث قاسم المحترف بالدوري الإنجليزي قال إنه سيأخذ معه أوجاع وآلام ذوي ضحايا تفجير الإسكندرية اللي رح تكون حافز لتقديم العطاء في المنتخب معربا عن حزنه الشديد للحادثة اللي استهدفت الأبرياء من الرياضين الشباب اللي كانوا يمارسون كرة القدم ووضع قاسم خلال زيارته لمكان الحادث فانيلات المنتخب والكرات فيما زارت جرحة في المستشفى فضلا عن زيارتها للضحايا في بيوتهم الحادث الإجرام يجو بها بصمت حكومي وعجز اتحاد الكرة عن إيصال أحد ممثليه إلى محل الحادث أو مواساة عوائل الضحايا احنا يؤسفنا عندما نشاهد الصمت الحكومي ووجهنا دعوة إلى كل رجالات الدولة أن تنزل من بروجها العاجية وتروح تواسي عوائل الضحايا لأن العراقيين البسطاء الأبرياء دايموتون من وراكم من ورا سياساتكم من ورا تخبطكم أما اتحاد الكرة اللي أنا أستغرب صمته طبعا لأنه ملتهي بالسفرات وملتهي سموه اتحاد السفر والسياحة ما عنده ممثل يروح إلى بابل بما أنه ذول اللاعبين كانوا يلعبون كرة القدم فهو التصرف بصراحة يدل على أنه كل العراقيين يعيشونه في نسيج واحد وبالتالي عندما أحد من العراقين اتصيبة مصيبة نشوف الروابط الاجتماعية اللي موجودة واللي معروف به العراقي تخفف من حدة الصدمة لكن احنا ما نقول على اتحاد الكرة لأنه اتحاد أرجع وأقول للأسف الشديد في مكان غير مناسب للأسف الشديد ويمكن كثيرين استغربوا قالوا ليش أيضا الحكومة اللي كنا نتمنى أن تكون حاضرة في ملعب الحصوة في مكان الحادث كتعبير أنه احنا وياكم متضابنين معاكم الناس ما تريد شيء من عدكم الناس دتصيبهم بلاوا من وراكم من ورا تخبطكم من ورا الانفلات الأمني لأنوا تضربون بالمليارات والملايين والشعب دي موت وبالتالي دي يدفعون ضحايا أبرياء بعمر الزهور راحوا من ورا فشلكم الذريع في استتباب الأمن في كل محافظات العراق إنا لله وإنا إليه راجعون أيضا سادتي المشاهدين بعد استقالة أو إيقالة صباح عبد الجليل مدرب القوة الجوية من تدريب الفريق إثر خسارته أمام نادي الميناء في أولى مباريات دور النخبة اجتمعت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وقررت تسمية علي هادي مدربا للصقور خلفا لصباح عبد الجليل مصدر في النادي صرح للشوط الثالث هذا اليوم وقال إنه الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية سمت علي هادي خلفا لعبد الجليل الذي استقال من تدريب الفريق بعد خسارته أمام الميناء في الجولة الأولى من دور النخبة وأشار إلى أن الهيئة الإدارية عينت أحمد دحام مساعدا لهذه في تدريب الفريق خلال المراحل المتبقية من تدريب القوة الجوية المدير الفني لفريق القوة الجوية صباح عبد الجليل تقدم باستقالته يوم السبت بعد الخسارة أمام الميناء وأكد مجلس إدارة النادي في بيان رسمي إنه اجتمع الأحد لتسمية المدرب البديل بدل السابق قبل مباراة الفريق في دور النخبة الخميس المقبل كل الموفقية لعلي هادي وحظ أو فري صباح عبد الجليل كرة القدم فوز وخسارة ولكن إدارة النادي هي الأدراء بمن يخدم مسيرة الفريق وبالتأكيد نحن نخليكم في قلب مستجدات الأحداث الرياضية يوم أمس وعدناكم وقلنا لكم رح نضع أمامكم قضية اتناولناها في العديد من الحلقات ولكن يبدو أنه اتحاد الكرة وكل الوفود الرياضية لا تبالي لمن ينادي عبر منابر الإعلام والصحافة لقضية الإصرار على ترهل الوفود الرياضية إحنا نرجع ونقول إنه الإنسان اللي عنده منصب رياضي ويروح في مهمة وما عنده بيها لا شغل ولا عمل لمجرد غاية معينة هذا فساد إحنا الآن رح نعرض لكم الأسماء اللي وعدنا هي بعض من الأسماء مو كل الأسماء لأن الأسماء رح تجي تباعا هاي الأسماء بصراحة رح نوضحها أمامكم حتى نقول لكم شوفوا اتحاد الكرش قد يستخف بمعاناة العراقيين بالأزمة المالية اللي دايعيشها العراق وبالتالي وصلونا إلى مقولة من أمين العقاب ساء الأدب ولا ما كوا موظفي الاتحاد كلهم يرحون سفرة مع الاتحاد كل عضو اتحاد ما أخذ الاثنين ثلاثة وياه هاي شغلة جديدة ما المرافق فلان رئيس الاتحاد ما أخذ السائق ما له وياه ليش؟ ليش؟ أنت رايح مو ضيافة مو أنت رايح رئيس وفد زين مو أكون رئيس وفد الآن نعرض الأسماء حتى نخليها مع المهام عبدالخالق مسعود كان موجود على رئيس كل وفد رئيس الاتحاد علي جبار كان رئيسا للوفد كامل صغير كان مشرفا للمنتخب ومحمد جواد الصائغ عضو اتحاد فالح موسى عضو اتحاد كامل عداي أمين مالي عباس عبدالحسين كان حكم دولي رعا السليم حكم دولي نجم عبود حكم دولي سابق رضى عدنان عضو هيئة عامة عبدالله أمين ممثلية صلاح الدين مصطفى محمد رئيس نادي ظلوعية على وسمي رئيس نادي ظلوعية أو عضو في نادي ظلوعية رافد الفراجي صحفي زهير ناظم موظف في الاتحاد فالحخشان موظف في الاتحاد فوزي حيدر أمين مغزن الاتحاد محمد خلف منسق إعلامي محمد عبدالي مرافق لكامل صغير جودة عزيز مرافق رئيس الاتحاد وليد محمود رئيس نادي كميت وصباح محمد رضى لم يصل هاي الأسماء اللي شفتوها طبعا إحنا نوضحها أمامكم مع أسماء كثيرة كانت متواجدة في طهران بالمناسبة حتى أخليكم بالصورة مشاهدين الأحبة المباراة كانت يوم 24 وبالتالي الجانب الإيراني قال إحنا نضيف قبل يومين كما هو معمول في العالم لكن الوفد العراقي اللي راح راح من يوم دعش دعش ثلاثة يعني قبل المباراة بطلب طعش يوم تعايا ميزانية دفعي يابا شن الحجة والله مو إحنا ننشيك الأمور ونستقبل الحكام شو لكم علاقة بهاي الأمور أنتو بعدين أكو وفد رايح اللعبتين يوصل لأكثر من ثمانين تسعين واحد إذا ما أخدم بنظر الاعتبار الوفد الخاص اللي هو الفني والإداري رئيس الوفد الرجل رايح بمهمة والأخ مشرف الفريق هو مشرف المنتخب الأخ كامل صغير وبالتالي البقية اللي رايحين لويش هذا فساد هذا فساد وإحنا نحكي وما نخاف لا نخاف التهديد ولا نخاف تكميم الأفواه ولا نخاف الإقالة والإيقاف لأن إحنا عندنا مصطحة العراق والعراقيين والرياضة العراقية نصب أعينه ما نخاف لا نخشى في الحق لو ما تلاعم وهذا حق كل واحد ما أخذ له مرافق وياه ليش وما أخذين أصدقاء وأعضاء هيا عامة وتلاقوا نحترم كل الشخص إن وجه لهم التحية بارك الله بكم بس مكانكم في المكان الخطأ رايحين لا شغل ولا عمل وبالتالي العراق يدفع ثمنها ميزانية العراق العاندة يهدرها الاتحاد الكرة وعين عينك ووصلون رسالة ما معناها أطخوا رأسكم بالحائط هذا الموجود لأنه مدى يتعظون مدى يتعظون وأكو ناس يعني مثل الدكتور صباح الدعوة وصلت لمرح نقول لهم يا با أنا ما أروح بلا شغل ولا أعمل مش عندي رايح وأسماء كثيرة راح نطلحها ونقول لكم شوفوا الأسماء اليوم أنا ما راح أتحدث أكثر عن هذه القضية لأن عندي مواد لكن أعدكم راح أزودكم بالأسماء يعني أسماء يروح أبين مغزل الاتحاد زويش ويروح موظف علاقات ويروح أوكي إن أكو ناس رايحين في مهمهم قلهم يا ببارك الله بكم بس هوا يا رايحين ترى للونسة على حساب آهات العراقيين والأزمة اللي دا نشهدها عموما المشاهدين الأحبة نادي سامراء بعد أن نفض غبار الحرب والإرهاب عادة إلى الحياة من جديد وبالتالي فرقه الرياضية عادت لتحقق النتائج المتميزة وتحتضن وتعانق كل الرياضين في ربوع مدن الحبيبة والرئيس الفخري لنادي سامراء دكتور عبد الحليم أحمد علوان كرم جميع فرق نادي سامراء لعودتها للحياة الرياضية وتحقيقها أفضل للنتائج اللي من خلالها أكد رياضي يوسى مراء أنهم قادمين بقوة للتنافس مع كل الفرق الرياضية الشوط الثالث حضر جانبا من هذه الاحتفالية وهي إليكم هذه اللقطات وهذه التصريحات نتابع أكيد نتابع نادي سامراء يعني من الجامل المادي يعني بشكل كبير جدا ولكن هذا الرجل ذلل لنا كثير من المصعوبات في سبيل أنه نواصل مسيرتنا في هذا الدوري وإن شاء الله ما ذهي خذي نقدم له له جزء بسيط من المكارم اللي قدنا بالتعاون مع الأخوان في الهيئة الدارية إن شاء الله واللاعبين ومدربين إن شاء الله نفرح جمهورنا كما شفتوا جمهورنا كان جمهور صعف في حضور المبارات حتى يفوق المبارات الدوري المنتاز نعم نعم النادي بحاجة ماسة إلى دعم كل المشؤولين وناشبناهم عدة مرات والله الاستفادة من دعو الدكتور يعني هاي أول تكريمنا لفريق المصارعة لأن ما كان يوصل للدكتور إنجازات فريق المصارعة هاي أول مرة يوصل لإنجازات فريق المصارعة وعلى هذا الضوء هو الرجال بعد تكريم الفريق المصارعة والآن أوعز الأستاذ عبد الحليم في حالة تأهل النادي إلى الدوار النهائية للدور الممتاز وفيقيم معسكر تدريب لفريق كرة القدر في جمهورية مصر العربية هناك أشخاص يعني موجودين المفروض يخذون حذور الأستاذ عبد الحليم وفي دعم حركة النادي وفرق النادي الرياضية للوصول إلى المستويات متقدمة لفرق النادي وحقيقة فريق كرة القدر يحتاج هذه الشخصيات ومن هذا ومنهم الدكتور عبد الحليم للوصول إلى هذا وفي النهاية أقدم شكر وتقديري مرة ثانية لأستاذ عبد الحليم أحمد عنوان لدعمه المتواصل وقناة الشرقية لتغطيتها هذا الحفل الكريم اللي حقيقة سباقة في كل الأمور في تغطية النشاط الترياض لفرق النادي والفرق الباقية لفرق فرة القدم وغيرها ونقدم شكرنا وتقديرنا مرة ثانية لأستاذ عبد الحليم والقراءات الشرقية شكرا لزمين العزيز عبد السميع الزاوي على تواجده وبالتالي نوجه الشكر والتقدير إلى الأخ العزيز الدكتور عبد الحليم السام الرائي اللي بصراحة هذا الرجل بعيد كل البعد يمكن عن المناصب واللهث وراء أي منصب لكن الرجل دا يدعم ولايته ومدينته وكل الرياضيين وهذا شيء بصراحة يشكر عليه ونقول له جزاك الله الف خير ونتمنى من حكومة صلاح الدين نتمنى من الحكومة العراقية المدن المحررة اللي ترجع للحياة من جديد تدعم حتى على الأقل نقول يا بابا عادوا إلى أحضان الوطن من جديد ما يصير يعني هذا الرجل شنو ذنبه الأخ عبد الحليم يصرفه لكن هو يقول لك أنا هذا واجبي وهذه مهمتي وبالتالي أنا علي أن أعين مدينتي ونقول له مبارك الله بك وجزاك الله الف خير ويا ريت كل الناس يدعمون مدنهم وأنديتهم ورياضيهم لأنه شعور جميل أنه نشاهد رجال الأعمال ونشاهد الناس الطيبة الخيرة وما أكثرهم في عراقنا وبلدنا أن يدعموا جميع الرياضيات أرجع وأقدم للشكر الجزيل وإلى مزيد من الإبداع أخي العزيز عبد الحليم وإلى رياضة سامرة وإلى كل الأندية العراقية وإن شاء الله ترجع كل مدنة إلى أحضان الوطن من جديد مشاهدين الأحبة إلى جزء ثاني من حلقة هذا اليوم واللي حرصنا كل الحرص على أن نناقشه هي قضية في غاية الأهمية بعد النتائج الهزيلة المستوى المتواضع غياب المنتخب الوطني عن اسمه ومكانته منتخب العراق بكرة القدم في التصفيات وبالتالي رجعنا إلى المركز 105 في التصنيف العالمي الفيفوي يسعدنا اليوم أن نناقش قضية في غاية الأهمية هي تغييب وإبعاد رموز الكرة العراقية عن العمل الاتحادي عن العمل الإداري وبالتالي نشوف الساحة اليوم فاضل من الكفاءات من النجوم من الناس الخبرة اللي يمتلكون أسلحة العمل الاتحادي اليوم يسعدنا أن نناقش واحد من رموز الكرة العراقية وجبل من جبال الأسماء الكبيرة التي حفرت اسمها بأحرف من ذهب بعد أن قاد المنتخبات العراقية خير قيادة وحصل مع المنتخبات على الكثير من الإنجازات هو الآن مغيب تماماً عن العمل الاتحادي في الوقت اللي كنا نتمنى هو والكثير من زملاء أن يتواجدوا في عمل اتحاد الكرة يسعدني أن ينظم معي من استوديوهاتنا في بغداد وعبر الأقمار الصناعية الكابتن الكبير حسن فرحان مرحباً بك كابتن حسن في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز مساء الخير كابتن محمد ومس عليك على الشرقية نيوز وبرنامج الشوط الثالث وعلى جمهور هذا البرنامج الرائع الله يحفظك كابتن حسن يمكن الكلام كثير وطويل وأحس أكو جراحات داخل حسن فرحان وأبناء جيلي وإلى كل الرموز والكفاءات العراقية التي غيبت أما آن الأوان أن تعودوا من أوسع الأبواب لا سيما هناك تظاهرات وطالب بطرح الثقة عن هذا الاتحاد وعودة الكفاءات والرموز الرياضية لخدمة الكرة العراقية من جديد ماذا تتحدث كابتن حسن في هذه الظروف التي مر بها منتخبنا وهي من الظروف الصعبة بسم الله الرحمن الرحيم لا شك اللي تفضلت به كابتن محمد هو عين الصواب والدقة في حديثك لكن للأسف انتقلت عبارة من أمن العقاب أساء الأدب نعم فباعتقادي المنظومة الكروية ومنظومة الرياضية اللي يدير شؤون كرة القدم أمنت العقاب لهذا شوف الأمور والإشكالات والتقاطعات الفوضوية والعشوائية في عملهم موجودة ولم يتعظوا من أي نقد أو أي كلام يوجه إليهم فمارسوا كافة أنواع الابتعاد عن الواقع الرياضي والناس الذين تعنيهم كرة القدم والرياضة عموما هم مشوا وهم مش دورهم وذلك لفراغ الساحة أمام هؤلاء ومن هب ودب من دخل طارئا على على رياضتنا وكرة القدم أنه يعبث بها ما يشاء والحال الذي أوصلنا إلى التسلسل 105 وأسيويا 12 هو هذا العمل العشوائي الغير ممنهج وغير مبني على أسس علمية كفوءة ذات اختصاص ومهنية في عمل الرياضة نعم حضرتك فيما مضى يمكن تناقشنا أنا وياك وأيضا هو آراء الكثيرين من نجوم الكرة العراقية يرمون الكرة في ملعب الهيئة العامة الهيئة العامة الآن هي من تحدد كلمة الفصل لكن للأسف الشديد البعض حتى من عمم البعض من أعضاء الهيئة العامة متهم بأنه باع صوته من أجل سفرة أو من أجل قضية معينة الآن يعني هل من حديث يوجه عبر حسن فرحان إلى الهيئة العامة لكي نعمل لتصحيح مسار عمل الاتحاد مستقبل الأسيا ما أنه المهمة ثقيلة جدا كابتن والآن إحنا وقعنا وتأهلنا مع كبار القارة الأسيوي لكن بهذا المستوى اللي ظهرنا به أعتقد ما يبشره بخير كابتن حسن أخي محمد الهيئة العامة مجير الاتحاد كرة القدم وخير دليل على هذا كلامي أنه كل سفرة مجموعة من أخوان أعضاء الهيئة العامة يسافرون مع الوفود الرياضية اللي حقيقة هم لا ناقة ولا جمل في هذا الوفد نعم فالطامة الكبرى هو الهيئة العامة يجب أنه تبدل الهيئة العامة وفق الضوابط هذه مسؤولية وزارة الشباب واللجنور الأمبية أن يجب أن تضع ضوابط معينة لاختيار عناصر الهيئة العامة ومن خلال عناصر الهيئة العامة الكفوئة المهنية صاحبة التاريخ يتم اختيار أعضاء مجالس الاتحادات الكروية هذا ما نلاحظه وطالبنا به كثيرا لكن للأسف لم نجد الأذانة الصاغية لتحقيق هذا المطلب وكارثتنا وسبب تأخرنا كرويا هو الهيئة العامة وما نلاحظه من إرهاصات وتقاطعات بالأندية وانعكاسة على مستوى المنتخبات والاتحادات هو سببه الهيئات العامة الدخيلة على الرياضة والطارئة على الرياضة نعم يرادنا حقيقة يرادنا صولة يرادنا جولة يرادنا أنه لا يبت للرياضة وكرة القدم واللي جاي لأجل أهداف شخصية ذاتية يجب أن يبتعد عن هذه المسيرة ويجعل الأمور بيد أصحابها الذين هم أهل مكة أدرى بشعابها حتى يستطيعون إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الوضع المهرج جداً كابتن حسن تحدثت عن صولة وصولة لأجل تصحيح المسار الإداري والعمل الاتحادي ما الذي تقصد به وكيف مفاتيح الصولة القانونية لأننا الآن نريد نتصرف بعيداً عن شماعة ربما الاتحاد يستخدمها أكو عقوبات وأكو ناس تركض ركض إذا الوزير حشح شاية أو الحكومة قالت يا أبا شوية يركضون يا أبا راح نتعاقب لأن هذا تدخل حكومي بس والله كابتن حسن كثيرين ويمكن حضرتك أيضاً واحد منهم قلت خلنا تعاقب بس نصحح المسار ونغير يا أخي خلنا نتعاقب أنه نتائجنا احنا خلت ثلاث سنوات أن نكون نفسنا البنية التحتية انهي فرقنا خلنا نتعاقب إذا دخلت وزارة الشباب وزارة الشباب معنية بالأمر هي من تدعم الاتحادات والأندية مادياً اللي جنال أولمبيا مسؤولة فنياً عن الاتحادات لنجعلها أن تدخل شو نظر في ذلك هي المصلحة عامة أنا موضة شخص معين المسيرة رياضية متعثرة ومن تصير من سيئة إلى أسوأ يجب أنه نقف عد حد معين واصحاب القرار هم وزارة الشباب واللجنة الأمبية زائداً لهيئة العامة يجب أنه تكون كل الجهود متضافرة ومتعاونة لأجل الوصول إلى أن جعل السبل والطرق اللي من خلاله نستطيع أنه نصل إلى الننجات نعم يعني كفانا مازلة نتعادل مع تايلاند ونفوز على تايوان بالصعوبة وبالقدرة ودعاء الأمهات والآبا نفوز على فيتنام هذه هذه راحت هذه هذه استوانا راحت سابقاً انتهت الشعب العراقي بحاجة إلى متنفس والمتنفس الحقيقي هي الرياضة وكرة القدم كرة القدم بأيدي غير أمينة يجب أن أضعها في أيدي أمينة حريصة على ديمومتها ووصولها إلى بر الأمان نعم أرجع إلى سؤالي مفاتيح الصولة اللي تحدثت عنه كيف ستفتح هذه الأبواب حتى نتغير بعيداً عن يعني بعيداً عن المساس بشخص أحد بس نحن الآن نتحدث في قضية في غاية الأهمية هي قضية انتقادنا لعمل لكن كابتن حسن الاتحاد من رئيسه ونزولاً عند البقية ما يقبلون الانتقاد وما يقبلون أحد يوجههم وما يأخذون نصيحة وبالتالي هذا اللي صار كابتن حسن فيسعدني أنه أسمع رأيك في هذا الموضوع أخي محمد إحنا ثقافة يعني التخلي عن الكرسي ما نفهمها نعم يعني أنا عملت فيه عمل وما توفقت يا أخي أترك المجال للآخرين خلي تكون عندنا ثقافة التنحي عن المنصب لأنه أنا غير قادر على إدارة هذا المنصب تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة اللي هي وزارة الشباب واللجنة الأممبية والهيئة العامة والرياضيين والجماهير الرياضية كل تتضافر الجهود واختيار ناس من يمثل الجمهور ومثل الرموز الرياضية والذين خدموا الكرة العراقية سواء على مستوى لاعبين المنتخبات أو مستوى الأكاديميين الذين متواجدين في بلدنا العزيز وخير من الله موجودين فشنو المشكلة أن تصير ورشة عمل متضامنة ونخرج بنتيجة إيجابية وبأنجع السبل وأقصرها حتى نستطيع أن نلحق بهذه الفترة القصيرة أنه يوم مرة يوم تمضي ونحن لا نزال نروح في الخطوة الأولى يجب أن تبادر الجهات المسؤولة والحكومية بإيجاد ورشة عمل متضامنة تحوي جميع الكفاءات والقدرات والمهنية في عملها لأجل لأجل اختيار من هو مناسب لرياضتنا وكرة القدم العراقية طيب الآن أكو قضية أخرى ربما أيضاً اتحدثنا عنوياك فيها كابتن حسن وأتمنى أنه أسمع رأيك والجمهور الكريم هي قضية التحسس من قبل أعضاء الاتحاد من الرئيس إلى بقية الأعضاء من النجوم نجوم المنتخبات الوطنية وبالتالي أنا حسيت أنه أكو طرق معينة لإبعادهم بشتى الطرق وبالتالي حتى وإن تواجد دكتور أو دكتورين في المنظومة الفنية فهو تواجد رمزي ولا يوجد أي قرار أو صلاحيات لديهم لأنه الآن معرف يعني أسمع رأيك كابتن بهذا الموضوع حقيقة أخي محمد هذه العقدة موجودة يعني بالأسف عند الأخوان بعضاء الاتحاد والدليل على هذا أنه فاقد الشيء لا يعطيه يعني يتحسس من النجمة والرمز هو ما صنع الرمز الرمز هو صنع نفسه من خلال خدمة البلدة وما قدم وضحها لبلدة وخاض مجمع لمباريات وبطولات ومشاركات فالنجم لم يخلقه زيد أو عمر نعم يجب أن يأخذ وضع الطبيعي في مجال في مجال اختصاص نحن لا نطلب يعني شفاعة أحد أو معونة أحد لأجل أنه نعمل في هذا المكان بل أنه تاريخنا وامكانياتنا وما قدمناه يعني وعصارة جهدنا لأجل كرة القدم العراقية بيودنا 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 كل الود أنه نقدم للكرة العراقية ليست لزيد أو عمر نعم لا نستجي ولا نستجي أحدا أنه يعطينا مكانا لأجل العمل فيه نحن لا حاجة إلى العمل ولا حاجة إلى أنه نعرف أنفسنا ونتصدى إلى الموقع حتى نمدح من الآخرين نحن غايتنا الخدمة العامة والمصلحة العامة لرفع شأن كرة القدم العراقية ولأجل إسعاد هذه الجماهير المتعطشة الجماهير العفوية التي تظهر بين الفينة والفينة لأجل يعني تصحيح المسيرة ولأجل النقد البناء نعم فلا يتطايروا من النجوم ولا يتطايروا من هذه الجماهير المخلصة الوفية البعيدة كل البعد عن المحاصصة والطائفية والعلاقات الجانبية هذه همها أنه 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 يشوفون فريقهم المنتقب بمستوى الطموح ومستوى التاريخ الذي كان عليه فريقنا الكروي نعم كابتن حسن هي كارثة يعني للأسف الشديد أنا أقولها وأقولها بمرارة وحسرة أكو بعض الآن من أصحاب المسؤوليات الرياضية من تقول لحسن فرحان يقول لك والله ما عرفه طبعا ما يعرف حسن فرحان لأنه هو بعيد عن الرياضة وبعيد عن التاريخ وبعيد عن قيادة مجتمع بشريحة كبيرة محبة للرياضة وهذا اللي دنعاني إحنا للأسف الشديد لأنه مثل ما تفضلت حضرتك أنه الآن أكو ناس يعني ما يستحقون أن يكونوا في هذا ما اعتزازنا بأسماءهم وشخصهم الكريم لكن لا يصلحوا أن يعملوا في مجال اتحاد الكرة كابتن حسن الآن يعني بدقيقتين إذا أمكن توجز لي رأيك الآن بمنظومة العمل وإن أكو حلول الآن علينا أن نسلكها يا ريت أسمحها كابتن حسن أخي محمد هو الحلول الموجود أنه أنا من أفشل نعم أبدل هذا الشخص أجيب الناس الكفؤون أكو كفاءات أكو كوادر أكو كوادر أكاديمية أكو ناس متخصصين أكو ناس رياضيين يا أخي يا أخي ما عندنا برنامج لمدة أسبوع برنامجنا آني والدليل هذا أنه هذا التخبط والعشوائية هو اللي دي وصلنا إلى هذا الأمور يجب أنه نغير الواقع يعني أنا فشلت في عمل أتنحها جانبا هذا دور الهيئة العامة يا أخي الهيئة العامة هي من اختارت هؤلاء يجب أن تقف وقفة رجل واحد وتقول نحن من اختاركم ونحن من نقيلكم نعم يجب أنه تقال هذه المجموعة الذي فشلت في إصال الكرة العراقية إلى مستوى واطي جدا نعم يجب أنه تكون الهيئة العامة على قدر من المسؤولية وقدر من الشجاعة وتختار الرجل المناسب بالمكان المناسب بعيدا عن المجاملات والمكافآت والعلاقات الجانبية الأخرى والسفرات فهذه مسألة تنتهي بمرور الوقت هذا تاريخ من صنع التاريخ لن يصنع التاريخ عشوائيا بل بالعمل بالإرادة بالإخلاص نعم نحن من وضعنا أسماءنا بعملنا بجهدنا بصدقنا بإخلاصنا لوطننا وولائنا له لم نضع أسماءنا مجامرة الزيدن أو عمر أبدا كل الأسماء والرموز الرياضية هي من صنعت نفسها بنفسها من خلال عملها وصدقها وإخلاصها لوطنها ولرياضتنا نعم والنعم منك ومن تاريخك كابتن حسن يعني والنعم منك ومن تاريخك أنت وكل أبناء جيلك أكيد أنا أمنية شخصية وكثيرين من جمهورنا يتمنون أن يتواجد حسن فرحان وهادي أحمد وعلاء وأسماء كثيرة في العمل الاتحادي الإداري لكي نسهل من عملية البناء وإعادة الكرة العراقية إلى هيبته كابتن حسن فرحان أتقدم لك بشكر جزيل لتواجدك معي في استوديوهاتنا على الهواء مباشرة شكرا لكل ما قدمته وأتمنى لك المفقية والنجاح والعمل إن شاء الله مع تصاعد التظاهرات ضد الاتحاد وأيضا الكرة الآن في ملعب الهيئة العامة الهيئة العامة عليكم الآن أن تصعوا وتقولوا كلمتكم لأن الكرة العراقية أمانة في عناقكم يا هيئتنا العامة يعني أرجوكم فضلوا المصلحة العامة ومصلحة الوطن على سفرة وعلى روحة ومرافقة لوفد من الوفود الآن الكرة في ملعبكم مشاهدين الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نحترم كل الشخصيات نحترم كل اللي يشتغل في الوسط الرياضي لكن عليكم أن تتقبلوا ثقافة النقد البناء الهادف الذي يقوم العمل الرياضي خدمة للعراق مشاهدين الأحبة حلقتنا انتهت لكن قضايانا موجودة بإذن الله تعالى تابعونا تباعا في حلقات الشوط الثالث أحلى تحية من زملاء العاملين في القسم الرياضي في ستوديو البث في الكونترول وأيضا من زميلي مخرج البرنامج علي العبايشي ومني أنا محديثكم ومحمد إبراهيم الناصر إلى يوم غد أقول لكم في مالا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة